تتجسس قطر على خصومها وأيضاً على أصدقائها وكشفت صحيفة دايلي بيست الأمريكية ملاحقة الدوحة للحسابات الإلكترونية للمعارضة السورية في الولايات المتحدة القضية أعلنت لأول مرة عن طريق دعوة قضائية قدمها رجل الأعمال الجمهوري أليت براودي الذي اخترق حسابه أفراد المعارضة السورية الملاحقون إلكترونياً من النظام القطري لهم مواقف واضحة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الأخرى التي تتخذ من الدين ستاراً لأهدافها وطالما أعرف السبب بطل العجب إذ تتمسك الدوحة بشدة بدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي ودعمه سياسياً ومالياً وعسكرياً المعارضون السوريون الذين ذكرتهم الصحيفة الأمريكية استنكروا تعرضهم للقراصنة الإلكترونيين التابعين لقطر واستغربوا أن تضعهم الدوحة على لائحة خصومها يقول معارضون السوريون إن القطريين يريدون مراقبة القضايا التي يبحثونها مع الحكومات الأخرى ويقول آخرون إن الدوحة أرادت الكشف عن طبيعة مناقشاتهم مع الجانب التركي بشأن ارتباط جبهة النصرى وغيرها من التنظيمات الإرهابية بقطر ترجمة نانسي قنقر